ستبخر جميع المحيطات وعاجلاً ستكون كفيلة بتبخير صخور وجبال كوكبنا كوكب الأرض وإن لم ينهي هذا البشرية فستغرقنا الشمس في غاز ثاني أكسيد الكربون لتقضي بذلك على أي فرصة عيش لأي كائن حي كان وهذه البداية فقط لأنها بعد ذلك ستبتلع كوكبي المريخ والأرض هذا ليس بسيناريو نهاية العالم فقط بل هو أيضاً سيناريو احتضار الشمس فهل من حل لإنقاذ البشرية وكيف ومتى ستموت الشمس وماذا سيكون مصيرها الموت البطيء الآن ليس لدينا طريقة لقياس وجود النجوم على مسافة عدة مليارات من سنين في المجرات البعيدة فقط بل اكتشفنا أيضاً ما ستفعله الشمس عندما تموت كان هذا ما جاء في تصريح لعالم الفيزياء الفلكية من جامعة مانشستر ألبرت زيليسترا ولتفهم مقاصد كلامه عليك أن تعرف أولاً أن قضية موت الشمس شغلت العلماء منذ زمن طويل لكن الآن ومع تطور التكنولوجيا الحديثة توصل علماء الفلك إلى اكتشاف مآل نهاية نظامنا الشمسي فبحسب ما تم نشره في تقرير المجلة العلمية ساينس أليرت يتوقع العلماء أن الشمس التي تبلغ من العمر حالياً 4.6 مليار سنة ستبلغ نهاية أجلها بعد 10 مليارات سنة على أبعد تقدير كما ويرجحون أن الشمس خلال تلك المدة وتقريباً بعد 5 مليارات سنة أخرى ستتحول إلى ما يشبه العملاق الأحمر بما أن طبقتها الخارجية ستمتد بشكل مهيب حتى يصل بها المطاف لابتلاع كوكبي الأرض والمريخ ولأن درجة سطوع الشمس ستزداد بنحو 10% مع كل مليار سنة جديدة ستكون الشمس قادرة على تبخير محيطات الكوكب الأزرق كوكب الأرض بحيث أن موجة الحر القاتلة التي سيشهدها كوكبنا ستجعل تكون الماء أمراً مستحيلاً كما وتشير توقعات العلماء أن الشمس ستكون كفيلة أيضاً بتبخير الجبال والصخور من على وجه الكوكب فيما يقودنا للنتيجة الحتمية لما سبق ذكره ألا وهي فناء البشرية ففي الواقع نهاية أقرب مما نتصور خاصة أن ما تبقى في عمر الإنسانية هو مليار سنة لا غير وذلك إن لم نجد كوكباً آخر للعيش فيه مصير الشمس يرجح العلماء أن الشمس ستتقلص من عملاق أحمر لتصبح قزماً أبيض في بادي الأمر ثم تنتهي كسديم كوكبي وهي النظرية التي شرحها نفس العالم ألبرت زيليسترا في بيان صحفي له إذ أشار إلى أن النجم عندما يموت فإنه يقذف كتلة من الغاز والغبار في ظاهرة يطلق عليها غلاف النجم وهو عبارة عن غلاف له القدرة أن يصل إلى نصف كتلة النجم الذي سيكشف عن لبه قبل أن ينطفئ ويموت بحيث عندها فقط سيلمع هذا الغلاف المقذوف بشكل ساطع بفضل اللب الساخن لحوالي عشرة آلاف عام وهو ما سيشكل السديم الكوكبي الذي يمكن رؤيته من مسافات تصل لملايين السنين الضوئية في بعض الحالات ولعل أشهر السدم الكوكبي في هذا الكون هو سديم هيليكس وسديم الفقاعة وتعود أصل تسميتها بسدم الكوكبية إلى عالم الفلكي ويليام هيرشل الذي بدت له شبيهة بالكواكب عندما شاهدها لأول مرة من خلال التليسكوب في أواخر القرن الثامن عشر والجدير بالذكر أيضا أن علماء الفلكي خلال بحفهم ومنذ ما يقارب ثلاثين عاما لاحظوا أن السدم الكوكبية لأكثر سطوعا في المجرات الأخرى لها نفس مستوى السطوع المعلومة التي ساعدتهم في حساب بعد السدم الكوكبية من خلال النظر إليها فقط لكن المثير في نتائج البحوث والمخيفة في نفس الوقت أن مرحلة سطوع الشمس قبل نهايتها باتت قريبة جدا بعكس التوقعات برأيك هل ستنجو البشرية من هذه الورطة وكيف سيكون ذلك؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات بعد أن تشترك بالقناة ترجمة نانسي قنقر